لا يمكن الكلام عن جديد في المشهد الحكومي باستثناء الحراك المتواصل والعاجز في آن معا عن تحقيق الخرق المطلوب الأمر الذي دفع برئيس مجلس النواب نبيه بر إلى الدعوة لتفعيل حكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة العامة الأمر الذي يؤشر إلى احتمالين إما أن بحوزة رئيس بر معلومات تستبعد تأليف الحكومة وإما أن رئيس المجلس يريد تسير أمور الدولة بمعزل عن مسار التأليف وتذكر دعوة بر لتفعيل حكومة تصريف الأعمال بالدعوة نفسها التي كان أول من وجهها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تحت عنوان إما التأليف أو التفعيل لأنه لا يجوز ترك البلاد مشرعة للفراغ وتنزلق رويدا رويدا نحو الكارثة وقد بادر أيضا إلى تقصيص اجتماع مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في محاولة لترجمة هذه الفكرة الهادفة إلى إنقاذ الوضع فقط لغير ولكن ويا للأسف وجهت دعوة القوات بالإهمال والتشكيك علما أن التفعيل لا يتم إلا بالتوافق على عقد جلسة حكومية للضرورة وعلى جدول أعمالها وكل القصد منها الوجوء إلى إجراءات استثنائية في أوضاع استثنائية خصوصا وأن التأليف يدور في حلقة مفرغة فمن غير الجائز ابقاء اللبنانيين بين هبة تفاؤل وهبة تشاؤم ومن الجيد أن تتوسع الدعوات لتفعيل حكومة تصريف الأعمال لأن الأولوية يجب أن تبقى لمصالح الناس وللمصلحة العلية للبلد وهذا لا يعني إهمال تأليف الحكومة إذ أن المساعي يجب أن تتواصل لتحقيق الخرق المنشود إنما شرط تجنيب تداعيات الفراغ على أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية شكرا